أكد وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ سامح شكري أن المؤتمر انتهى بالاتفاق على تنويل الدول النامية لمواجهة التدعيات السلبية والمرتبطة بتغير المناخ وأضف شكري أن كوب 27 يعد مؤتمرا تنفيذيا حيث لم يكتفي بقرارات تقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى لتكريس أهمية التنفيذ تم رفع جلسة مؤتمر قمة تغير المناخ والمؤتمر كوب 27 الحمد لله بنتيجة نجحة أكدت مرة أخرى اهتمام مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف سعيها دائما للعمل على تحقيق التوافق والتفاهم وقدرتها من خلال مؤسساتها من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الإعلان عن فوز مصر باستضافة هذا المؤتمر لكل الفعاليات التحذيرية التنظيمية والموضوعية ودعم سيادته لعمل الأجهزة المصرية المعنية في النواحي التنظيمية والموضوعية اشتركوا في القناة